بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم استاذ ياسر محمد ناجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الخمسة والخمسين من سلسلة شرح برنامج المايكروسوفت وورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية كتابة الرموز الرياضية من اعداد استاذ ياسر محمد ناجيب. من الاهم الخصائص اللي يهمك انك تتعرف عليها اثناء عملك على مايكروسوفت وورد هي كتابة الرموز الرياضية. كتابة الرموز الرياضية بتقدر تعملها من خلال قيمة insert وبعد كده بتدخل على المعادلات. بيبنك كل ما يخص المعادلات الرياضية والمصطلحات الرياضية وفي مجموعة من المصطلحات اللي بتبنك هنا وممكن انك تغير المصطلحات دي وفقا للشكل اللي انت عايزه. طيب تظهر لك كل المصطلحات الرياضية اللي انت ممكن تستخدمها. بالاضافة الى ان كل ما يخص المعاملات الرياضية بيكون موجود عندك في قوائم فتقدر بانك تضيفها. على سبيل المثال انك تقدر تضيف كسور او تقدر تضيف كزور او تقدر تضيف اي حاجة انت عايزها. انا هفترض مسلا باني هعمل كسر واحط هنا الرقم اللي انا عايزه واحط هنا الرقم اللي انا عايزه. فاصبح عندي الشكل النهائي للعملية الرياضية. طيب. انا دلوقتي مسلا لو عايز اعمل كسر وبعد كده احط فيه جزر. اقدر باني ادخل على المعادلات الرياضية. واحط له ان انا عايز كسر وبعد كده احط له فوق ان انا عايز رقم يكون فيه جزر وبتختار شكل الجزر اللي انت عايزه. فبتختار له مثلا الجزر ده. لو انت عايز تحط جوى الجزر ده مثلا كسر من حقك انك تعمل الكلام ده. لو انت عايز تحط اقواس تقدر بانك تحط الاقواس في المنطقة اللي انت عايزها من خلال تضليل المساحة اللي انت عايز تحط لها اقواص وبعد كده تحط لها الاقواص اللي انت عايزها. ممكن تظلل وتبدأ انك تحط رقم يكون لقص على سبيل المسال كزا. بعد كده بتبدأ انك تكتب الارقام يعني مثلا انا هكتب خمسة والقص بتاعها هكتب اتنين. بيوصل معك للشكل النهائي اللي انت عايزه. تقدر بقى انك تستخدم كل الاشكال الرياضية اللي موجودة عندك داخل قائمة المعادلات علشان توصل للشكل النهائي اللي انت عايز توصله سواء مصفات او عم غيرها من العمليات الحسابية. موجود عندك مجموعة من الاشكال اللي انت تقدر بانك تشوفها. وتقدر بانك تدريجها بشكل مباشر لو انت بتستخدم الرمز ده كتير بتقدر بانك تستخدمه وتحفظه عنده كشكل جديد. لو هو ما كانش شكل جاهز فتقدر بانك تدخل على الشكل مرة تانية باختصار. على سبيل المثال الشكل ده تقدر بانك تدريجه من خلال اننا ادرجنا آآ كسر بعد كده ادرجنا في جزء الاعلى من الكسر ادرجنا جزر بعد كده حطنا له اقواس بعد كده حطنا له قص بتقدر بانك تاخد الشكل ده وتقول له احفظه كمعادلة جديدة. فيبدأ انه يحفظ الشكل ده. داخل البرنامج بتاعك. تختلف العمليات الحسابية ولكن طريقة عملها واحدة مش هنتعرض لكل العمليات الحسابية ولكننا نكتفي بشرح الاساس اللي انت بتقوم عليه علشان تبني المعادلات بتاعتك وتبني كل الرموز الرياضية اللي انت عايز تستخدمها. بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بالرموز الرياضية. بنشكر حضراتكم نتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشارفونا بشترككم في القناة.